اشتركوا في القناة وفي كلها لعبتنا رجالة قوي يعني لعبتنا هتقدر تعديها لو عاوزة هتعديها هتعديها ولان احنا احرف منهم واقوى منهم ويعني مش ممكن يعني ما نقدرش على فرقة زي دي ان شاء الله بعون اللي هنكسب وهنعوض خسارتنا متعشمين فيك يا اهلي وان شاء الله هتبقى قد عشامنا وتكسبوا ان شاء الله قيمة الفنالة الحمرة احنا محتاجينها النهارة محتاجين ان اللعبة دات يستشعروا قيمة الفنالة الحمرة ومن خلالها بإذن الله ان شاء الله ما فيش نقطة هنخسر ان شاء الله بإذنهم رجالة ان شاء الله بإذن الله ويقدروا يعملوا كل حاجة دول الأبطال يعني وعبدون على المطلاط والقوة الحيول دي ان شاء الله يعني ربنا معهم ان شاء الله يعني طبعا احنا ثقتنا كبيرة جدا في النادي بتاعنا وفي فريقنا وطبعا نقول لهم ربنا معاكم بالتوفيق ويشدوا حالهم اكيد هم كلهم مقدرين المسئولية ومقدرين انه ماتش مهم جدا اهم حاجة طبعا تجميع النقط عشان يبقى فيه كلام بقى تاني في الأدوار اللي بعدها هو معروف عن النادي الاهلي انه هو قد المسئولية ولعبت وركالة وان شاء الله الماتش اللي جيدنا نكسب 3 نقط اللعبه حلو قوي ان شاء الله تكسبه اتمنى من اللعيبة كلها انها يعني تتضمم ان شاء الله عشان تحقق فوز جميل وتزعب به جميل النادي الاهلي اللي متعود دايما على الفوز ان شاء الله ان شاء الله يا رب يا رب المكسب تكون نادي الاهلي ونكسب ان شاء الله واحد صفر اتوقع ان احنا انتوقع نكسب 3 صفر او في 3 واحد على الاهل ان شاء الله الاهلي يعمل نتيجة كويسة هناك ويكسب 2 صفر ان شاء الله عشان يعود التعدل اللي هنا إن شاء الله أتوقع أن النتيجة تكون 1-0 إن شاء الله لنادي الأهلي أتوقع أن الأهلي إن شاء الله يكسب 2-0 إن شاء الله 2-1 للأهلي إن شاء الله أن الأهلي قادر يعدل هذا المرشد وإن شاء الله أنه ما تشخص 2-1 لنادي الأهلي إن شاء الله 2-1 للأهلي إن شاء الله 1-0 أكيد للأهلي وإن شاء الله محمد شريف اللي هيجيب الجوم رب الأهلي يكسب الجيم الجاي ويكسب 2-0 أو 1-0 أتوقع أن نادي الأهلي هيكسب 1-0 إن شاء الله الأهل يطلع عنده حسن ظننا وهو دائما في المواقف الصعبة الأهل يبقى تمام وإن شاء الله نكسب والله بإزلاء تبنى اتنين واحد للأهل طبعا يعني ربنا يوفقهم أهم حاجة التكتيج بس يكون موفق وإن شاء الله الأهل يفوز واحد صفر إن شاء الله بعد المطش اللي يتعمل هنا نادي الأهل إن شاء الله يحقق المكسب المطش اللي جاءت ننصر